زي الشوكولاتات الغمأة أو اللي بنسميها الدارك تشوكولات الدارك تشوكولات دي مع أن طعمها ممكن ما بقاش أحلى شون كده ما بأكلهاش طعمه وحش أوه طعمه وحش ما بأكله بس دي بتزود قوي 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 الأفراز بتاع الهرمونات بتاعت السعادة الموز من الحاجات المهمة جدا 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 والموز وبالأخص السمرة والبياض اللي موجود في القشرة بتاعته الهرمون الدوبامين والسيرتونين بيطلعوا بقوة بالموز ده مش عايزة أقول لحضرتك أن في بعض البلاد زي بلاد الشرق الأقصى بيكلوا قشر الموز بيكلوا قشر الموز نفسا أنا بيحطهم في موت كويس ده صينتيفك ده حقيقة والموز رخيص جدا ده حاجة من الحاجات التفاح لأن أنا مش عايزة أنقل على المكسرات لأن المكسرات مش كل الناس تقدر تيجي بالمكسرات بس أنا عايزة أقول لحضرتك نحن عندنا موز مصري جميل وعندنا توفاح مصري وعندنا الشوكولاتة الفوتاسيوم والماغنيسيوم بالضبط أنا مش عايزة أخذ الناس تبقى بالنسبة لها قصة أن أنا أخش في موت سعادة صعبة لأن الأغذية البسيطة نحن كلنا لما بنشرب قهوة بيبقى ممكن نحط نأكل حتة شوكولات جنبها صغيرة أو شوكولاتة صغيرة فأي بلد في أوروبا ولا في إنجلتريا تليقى حطت لك حتة شوكولات في الفنجان الأهم عشان السعادة طب وإيه كمان بقى؟ هو أحلى حاجة في الدنيا أنك تبقي سعيدة ومفوقة صح؟ الله عليك سواني أقولها عشان لازم دي تطلع عصشا إزاي تبقي سعيدة ومفوقة ده أهم حاجة ليه بقى يخليليك الموت بتاعك كويس جدا وفي نفس الوقت أنت من كتر السعادة وألرت أنا مش عايزة نايمة تب ما تقولي سعيدة ومفوقة إزاي؟ أنا مستنياك تقولي هنقول أهو فهم ما إزاي؟ إحنا المركز اللي بيخلينا ما نبقاش مفوقين ونبقى دايما كسلانين ونيمانين شوية اللي بيخلينا كسلانين في بعض الهرمونات اللي في الجسم ممكن تقلي شوية كورتزون كويس والكورتزون ده بيطلع عادة الصبح بيطلع بكمية كبيرة عشان ربنا سبحانه وتعالى يقدر يخلينا نستحمل اليوم بالسترسس بتاعته وبالليل يقل وعندنا مركز في المخ بتاع الإفاقة لأن حد يبقى فايق مش نايم في مواد كميائية لما تقل ننام مين اللي بيعكس الكلام ده بقى؟ أيوا الديني بقى وصلني واحد يا أيون هنم الكافيين 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 القهوة يعني القهوة بقى القهوة والقهوة الدارك القهوة الغمع هي دي أكتر حاجة بنسميها أنالبتك بتفوق الناس لدرجة إن إحنا عندنا في تخصص جراحات المخ والأعصاب والعبود الفقر لما عندنا أي حد حتى لو دخل في كومة وبدأ يفوق يعني اللي بنسميها درجة الواقع بتاعته بقت متوسطة اللي هي حلوة جداً ولا هي وحشة بديدينه قهوة نمقى؟ بديدينه قهوة في الرايل حتى مقبل ما يفوق ويرجع بقى كأنه بس خلي بالكم يعني بقول السادة المشاهدين ده مش معناها إن إحنا هنشرب مجزة قهوة طب تقول إيه بقى للشباب يعني مش هنقول إيه عشان ما يبقاش كلامنا أنا بحبش أتكلم بطريقة رسمية لكن في ناس كتير بشوفها يسحي قولك الله والله ما بفواش يغب بفنجان القهوة على الريق طب الريق ده مش يتعب معدته ويتعب صحيح ويجي لك هبوط خلييني الكلام على حاجتين وإحنا محتاجين نشرب قهوة دي في اليوم لو حد بيشرب قهوة والحاجة تانية يشربها إمتى؟ الجرعة الصح وإمتى؟ أول حاجة القهوة فيها ما يعرف باسم الهبتيويشن أو التعاود مش الإدمان في فرق من إن واحد متعاود يشرب شاي بنعناع بيحب الشاي أنا بحب طعمه وبخلي الموت بتاعي لطيف